اشتركوا في القناة احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعم بالله لو أن الناس حفظوا هذا وعرفوا معناه لم يلجأ أحد إلى مشعوث وكان يصف أهل الإيمان بأنهم لا يسترقون ولا يفتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فالبعد عن الله آفت كل دا ومن كان قريبا من الله ابتعدت عنه الشرور وعلافات تدخل العبد في حفظ الله وعهده وذمته وصورة البقرة لا تستطيعها البطلان وآية الكرسي حفظ وأمان والمعوذتان ما تعوذ بمثلهما متعوذ يدفعان كل الشر وسحر ويقرآن طرفين نهار ودبر كل صلاة مكتوبة وعند النوم بل إن حاجة العبد إلى الاستعانة بهاتين الصورتين أعظم من حاجته إلى النفس والطعام والشراب واللباس ومن قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه من كل شر ومن تصبح بسبع ثمرات من تبل عجوة لم يصفه سحر ولا سم والابتعاد عن المعاصي والمعازف فرض للشياطين كما أن الانشغال بقراءة القرآن شفاء للأبدان وطاع للرحمن والذكر حارس للعبد مما يؤذي وانشراح للصدر وطمأنينة أذكار لللوم وأذكار للصباح وأذكار للمساء وأذكار للطعام وغير ذلك فمن ارتبط بهذا لا يحتاج إلى راقه فأصل الأصول في هذا الباب توجيه الناس إلى تحصين أنفسهم وتعنيقهم بربهم فالشرور محيطة والإنسان إذا اعتصم بربهم ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم وهذه تذكرة يتعلق بها الناس من دينهم ويستمسكون بها بسنة نبيههم ويحذروا الشر وأهله ويحذروا الشر وأهله ويحذروا الشر وأهله ترجمة نانسي قنقر وشكرا وشكرا وشكرا